تعالوا نضحك شوية احنا خلاص اتكلمنا وقلنا ان الحفلات دي يا جماعة مش المفروض ان احنا نقعد كده يعني عالفاضي وعالمليان ونوري الناس ونعمل بس خلينا نقول برضو انه لو انا مثلا كنت فكرت اعمل حفلة طلاقي اكيد هعملها واو يعني لما تفرجت على الناس دي وهي بتتكلم اول حاجة الدعاوي هعملها مثلا دعاوي دعاوي انا اعزمي ناس لا ما اواتقاب لي دعاوي وحاج بقى ايه اتباعي هعمل الدعوة عبارة عن الكارت يعني اسيمة جواز محروقة فتخيلوا المنظر يعني اللي جاي جاي حاجة فيها شعلان انا انا احظى ان فيه كبت بتحشي خلقك انا احظى كبت مني يلبس ستين يلا مش هلبس اسود زي ما كتعامل الرغضة في استاكوزة لا مش هلبس اسود ومش هتلبس يا ابيض لا اوكي ابيض ليه هلبس احمر هلبس فوشي هدلع نفسي وهعمل كل حاجة هو كان بيكرهه لون ماني كير ما بيحبوش هحطه لون شعر ما بيقى هاسبوه كل حاجة هو كان بيكرهها انا هعملها عقدة الانتقام بقى عندك مثلا ممكن يعملوا باكيجز يبقى عندك باكيجز عائد ميلاد الاطفال ممكن يزودلك شو معال بوفي دفعي المال اصبا بس في الشو بقى اللي ممكن يحصل في في الطلق بدل من العيال في عياد ميلادهم يدربوا البنياتا التي فيها لا تجيب صورته او تجيبه هو شخصيا لو تقدر بالرصاص ويبدأوا يعملوا البنياتا ويبدأوا يعملوا البنياتا ويجبتون البنياتا عندك مثلا دي جي لو واحدة صاحبتك بتطلق او نفسها تاخد الخطوة بتاعتك دي وسخنت ممكن يعمل لك باكيج باي وانجب يعمل لك ايوه صح انا شايفة شركات هتستفيد قوي من موضوع الطلاقة كتر من موضوع الجواز بصراحة يعني صح برافو عليك ايوه زي ما في هانيمون يبقى فيه سولومون او صلوصا طلعت تستجنة با مرحبا ملازم بصي او فيه فيديو بيكلم عن قصص دي ياشي او تاني بو سيكادم